أشياد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالدور الهام للجنة الأولمبية الدولية في تعزيز الاهتمام بالرياضة على مستوى الدولي وخلال استقبال سيادته توماس ساباخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أشار سيد رئيس إلى جهود مصر في تطوير وتحديث البنية التحتية الرياضية بكافة مرافقها على مستوى الجمهورية وتشييد مدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى ما تم من رفع كفاءة المطارات الدولية وشبكة النقل والمواصلات وتطوير الطرق والمحاور في القاهرة الكبرى ومحيطها من المدن المجاورة لتيسير حركة التنقل ما بين تلك المنشآت بما يعظم من قدرات مصر في البنية الأساسية الرياضية من جانبي أشاد سيد توماس باخ بالدور الأورمبي التاريخي لمصر كإحدى الدول الإفريقية والعربية الرائدة في مختلف الرياضات الجماعية والفردية وهو الأمر الذي يعد امتدادا للموقع المصري الريادي في المنطقة شهد اللقاء كذلك مناقشة أفاق التعاون بين الجانبين للصدفة مصر لكبرى الأحداث الرياضية العالمية حيث أكد السيد الرئيس استعداد مصر لتوفير شات سبل الدعم في هذا الصدد في حين أشار رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى ثقته الكاملة في إمكانات وقدرات مصر للقيام بهذه المهمة شكرا للمشاهدة